أنا يا شباب بس بقول معلومة لأننا اليوم كنا قاعد نشوف المنتخب الياباني يلعب يعني كنا نشوف يقدم كرة جميلة أساس هذا هذا درس أن كرة القدم يعني تعطيها تعطيك تشتهد تاخذ في عام 1974 كان طموح المنتخب الياباني أن يلعب مبارات تجربية مع المنتخب الكويتي صحيح في 1974 أنا أذكر هذا قابلت صالح العصفور في الراي قبل ست أو سبع سنوات قال للآتي في عام 1974 كانوا الياباني يعني تولفوا في يوم عسكر مع المنتخب الكويتي يقول نبنلعب معاكم شي يقول لهم إحنا ما رح نلعب ما عندنا جود شي يقول ندفع فلوس هذا كان طموح اليابان في 74 نلعب مبارات تجربية معنا الكويت اليوم شوف وين ونبع الكويت بالرياضة وشوف اليابان اليوم بقع ينافس في كأس العالم وعنده أربع نقاط وأول جولة تصدر مجموعتك شوف الفرق بس وين إحنا وين اليابان كابتن اليابان عاقبوا أنا بيكم تعاقبون تشفون غليلية لا مو تشفي غليلة لا يصير شوف اليابان لازم بأي مجال هي خارج كوكب ثان هي كوكب ترى اليابان كوكب ترى مو شي اسمها مو بديرة يعني كابتن يابان كوكب سوي لك دايسكي ما يصير كابتن هم سابقين سابقين البشرية اليابان وهذا من الفائدة اللي صارت على الكرة البشرية أن اليابان منع من التصنيع العسكري وهتموا في هذه الجوانب في الأمور التكنولوجية الرياضية الاجتماعية الاقتصادية الصناعة الصناعة اليابانية أنا أذكر في زمين المخرج محمد الطني سوى لقامها أحدى الناجيات من القنبلة النووية أو القنبلة الذرية ذرية نعم يا رجل الكلام أم تكلم عن قيم أن ليش ليل يدقوا يقعت أربع سنين أبتشي ليش قالت لاني كل ما أعطي واحد ماي يموت يتغير شكله بس انت ملاحظ ابو عزيز ملاحظ يعني اليابان وكوريا عندهم التخطيط وستراتيجية موجودة ويمكن يشتغلوا عليها سنوات هذا هذا حصاد سنين صحيح صحيح طبعا طبعا هذا حصاد سنين بس تلاحظوا أن اللاعبين اللي عندهم سبحان الله ما عندهم الفنيات العالية اللي اللي تم تكلف فيها فوارق فنية بينها وباللاعبين ممكن يطلع واحد يطلع واحد اثنين من خلها السنين اللي طافت بس بس اللاعب يطلع من كثر ما هو ملتزم ومن كثر ما هو حافظش قاع يسوي بالملعب تحس أن الكرة قاعد تتحرك بالريموت يعني مو شخص اللي قاع يسويه ليش اللاعبين في عندهم قدرة على الاستيعاب أكثر من أي لاعبين الآخرين عندهم القتال الشراسة الكرة إذا تحركت بالاتجاه أنا لازم أروح الاتجاه نزم اللاعب الثاني ينزل اللاعب الثالث يقطع حافظين الملعب حافظين طريقة لعبهم بس إمكانياتهم الفنية أنا وجهة نظري الفردية تقصد الفردية الفنية التكنيك اللاعبين مو عالي لكن أهم عندهم بدنياً يعوضون بايدهم البدنية والتركيز والانضباط تخيل هذه الاستراتيجية تطبق مثلاً على عالميات مثل ترى ترى شخصية مثل البرازيل والأرجنتين ولا حتى بالعرابية أنا أعتقد في جانب من شخصية الشعب نفسه تنغرس في عالم الأخرى يعني هو يكون ابن بيئته شايفي الشعب البرازيلي فرندلي ودود والحياة عنده سهلة فكرة الغدم يعبها بهالجانب شوف اللاتينين في أرغة الأخرى اللي عندهم الشراسة قتالي شيرس داخل الملعب الانضباط الألماني موجود الألماني رجل الملعب مبراة أربعة وثلاثة وثلاثة وخمسين ملعب فاضية أربعة فل يعني شوف مثلاً نحن الحين عندنا محمد جوهر اليوم قدم الحلقة وعينه وأرمى عندها انضباطية لا بس أنا والله أصد يعني هذه المعلومة ما قدر تنساها من يعني من تسع سنوات في لقاء مع صالح قال لي في العام أربعة وسبعين شوف هذا واحد يجب أن يفكر بالموضوع بجد يعني شوف اليابانيين بالأربعة صحيحين مو تطور طور من نفسه واستخدم مكانياته لتطوير جانب رياضي مجتمعي أنا لقصده أربعة وسبعين اليابان طموحة تلعب مع الكويت اليوم اليابان في الفين ثمانة عشر طموحة يوصل للأدوار الصائية قواني وجوهر قبل الختاب أنا أحييك على استحضار معلومة من اللقاء سابق وسقطتها على موضوع الحلقات عن جدة حييك طولي بعمرك لماذا تعلمني حقيقة أنا أحب الإنسان اللي يكون عنده البعد هذا لا لا أنت كنت تحبه وائد بوبو عزيز أنا لاحظ أنه يعني أنت قلوب شوال أنا عندي أحسن شخصية كان شخصية تيمورلينك والي هو معنا تخرع تخرعكم على هوا قواكم الله موسيقى